موسيقى العمل كان دي متوازن يعني يعني النجارين شغالين الحددين بيكونوا بيفصلوا الحالين بيكون في نفس الوقت بيشاول والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر بيشوف ويقدر موسيقى 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 بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موسيقى وللقاب والابن والروح القدس الآن وكل قوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين أحبا عايز أكلمكم النهاردة عن المحبة الحقيقية المحبة التي من الله لأنه للأسف كلنا لازم نعترف أنه حصل تشويه من العالم للمحبة وبقت بتاخد أشكال صعبة قوي رياء وتملق ونفاق المحبة الحقيقية هي دي اللي قال عنها معلمنا القديس يحنى الإصحاح الثالث الآية 16 ودي آية محفوظة قوي ومعروفة قوي وكلنا بنحبها هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المحبة الحقيقية فيها بزل محبة الحقيقية محبة خالصة مفيش وراها هدف أنا مش بحب فلان ولا فلانة وعمل علاقة كويسة مع حد لغاية بس موصل للهدف اللي أنا عايزه وبعدين خلاص بقى أنا مش محتاج منه حاجة مش عايز أعمل علاقة ومش هقدم محبة المحبة الحقيقية تحترم المحبوب تحترم الشخص الآخر تحترم رغباته تحترم أخلاقه تحترم قراراته هي دي المحبة الحقيقية عشان كده تعالوا كده النهاردة نعمل كده مقابلة ومقارنة ونذكر خمس حاجات الخمس حاجات دول مقابلين لبعض مرة لما تكون المحبة من الله ومرة على طول هتكون المحبة من العالم لو كانت محبتي دي دايما تعطي دايما ندي اللي عندي اللي عندي ده بقى مشاعر حب وقت مساعدة أنا دايما ندي الآخر يبقى دي محبة من الله أما إذا كانت المحبة دي أنا عمال آخد أنا بس اللي باخد ومش بدي حد أي حاجة يبقى دي محبة من العالم المحبة اللي من الله لها هدف والهدف ده هو إسعاد الآخر هو إن الشخص التاني ينبسط ويكون فرحان أما المحبة اللي من العالم أنا الإيجو الأنانية أنا هكسب إيه أنا هكون فرحان إزاي فدي محبة العالم كلها أنانية المحبة اللي من الله مش أي حد يقدر يقدمها لازم يكون إنسان داء محبة ربنا داء وعرف وشاف إن ربنا يسوع المسيح بزل نفسه لأجله فيبتدي يتعلم البزل ويتعلم المحبة الحقيقية أما بقى المحبة اللي من العالم فدي في الحقيقة أي إنسان يعملها والشعار المشهور اللي الناس بتعيش به الدنيا هات وخد قدمتلي النهاردة قدملك بكرة دي مش محبة في الحقيقة اللي بتنتظر المقابل واللي ليها هدف ربيعا المحبة اللي من الله محبة عملية مش بس بالكلام عشان كده معلمنا القديس يحنى في رسالة الأولى الأصحاح الثالث آية 18 يقول لنا إيه بيقول لنا لنا حب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق لازم نساعد اللي قدامنا بطريقة عملية أما المحبة اللي من العالم فهي بالكلام فقط كمان المحبة اللي من الله محبة عديمة الرياء وطاهرة زي ما بيقول معلمنا القديس بوترس في رسالة الأولى أصحاح آية 22 بيقول طاهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحب بعدكم بعضا من قلب طاهر بشدة أما المحبة اللي من العالم فهي محبة غير حقيقية وليست من القلب مجرد بس شوية كلام أخيرا نختمه بسرعة في مسأل كتابي عن المحبة الحقيقية يعقوب يعقوب أحب رحيل أحب رحيل محبة حقيقية واحتمل علشانها وقعد يشتغل 14 سنة بدون أجر ورغم كل الفترة الطويلة دي يقول عنها في سفر التكوين أصحاح 29 آية 20 إنها كانت في عينه ليلة 14 سنة كأيام قليلة بسبب محبته لها أما المحبة اللي من العالم محبة أمنون لثمار كانت محبة شهوانية هدفها بس إجباع رغباته وبمجرد ما وصل للي هو عايزه أبغضها عشان كده يقول في سفر سمويل التاني أصحاح 13 آية 15 يقول ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها أخيرا أحبائي لنفحص أنفسنا ومحبتنا أمام مقيس الله في المحبة والتي هي عكس تماما مقيس وأهداف العالم في المحبة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين كنسبة القدسين 50 سنة سلم للسنة كنسبة القدسين 50 سنة باب السماء 50 كدسين 50 سنة تمل السماء 50 سنة 50 سنة وفي بداية الكنيسة ما تعملت في بداية السبعينات كنت أنا طبعا لسه طفل صغير بس تعرفت على الكنيسة هنا وجيت الكنيسة هنا وما ابتديت دخلت كل طفول جميلة وتخرجت منها وعرفوني أصدقاء لي على صلة بيهم لغاية دلوقتي يعني عرفوني بأبونا مقار وأبونا ميسائيل في أواخر سنة 94 تقريبا كان لسه الكنيسة بتتبني وتتجدد بعتوني أصدقائي عرفوني على أبونا مقار وابونا ميسائيل وشوفنا إيه اللي مطلوب في السقف والتعامل طبعا كانت سألات غير دلوقتي خالص سألات الخشب اللي تتربط بالأمطة والسلب والحياة الأديمة دي وساعات كانت سألة تريح ونحن وقفين عليها المهم كان السقف العالي ده أنا طبعا شكل السقف في الأول حصل لي رهبة كده لأنا كان أول سقف أرسمه يعني أنا كنت طبعا بقالي سنين متخرج من فون جميلة واشتغلت شغل كتير بس على تبلوهات والوحات زغيرة أما شفت السقف طبعا بتحصل في الأول رهبة للمنظر العالي ده والمساحة الكبيرة دي لكن يعني صممت أن أنا أعمله يعني طبعا بقوة المسيح وقوة اللي عدركت معاي وكل الكدسين ومريمور أسردو ومطرس يعني ما نتجه لهم يعني ما بيتعبناش يعني بيحلونا كل المشاكل فابتديت يعني واحدة واحدة كده عملت واحدة واحدة وعرضت اللي على ابن ومسائل وأبونا مقر المنظر على ورق الأول تحت ونشوف المنظر إيه بيت موافقة عليه وعدت رسمت واحدة واحدة يعني بالزبط السقف ده يعني مساحته في مقربة على الميت متر المساحة اللي هي المرسومة دي مقربة على الميت متر يعني حاجة وتسعين متر دي اتعاملت في حوالي أربع شهور كان المشرف على المباني والحاجات دي مش مهندس هاني ونيس اللي هو أبونا مرقص فكان يعني متعاون معي جدا وكان بيوفر لي كل الإمكانيات إن أقدر أشتغل وفي أربع شهور يعني أقلصنا السقف واتدينا نشيل السقلات أما تدينا نشيل السقلات لقينا حاجات مش متشافة أصلا وأنا شغال من قريب ما بتتشافش أما ما بقيت بيدي عن الرسمة بيبان فيه أخطاء كده يعني ما تتلاحظ من أي مش أي حد يلاحظها بس عشان ما نسيبش مثلا مجال لحد ينتقد الشغل التعمل ده رجعنا سقلات تاني وصلحنا شوية حاجات فيها لغاية ما نخليها بالزبط يعني وبعدين النجف اللي كان نازل ده كان عمل لنا برضو مشكلة فاضطرنا ننزله من مكان في الصورة يعني يعني لو نلاحظ بصنا على السقف الكنيسة هنلاقي النجف نازل من صبع المسيح يعني من مكان أشتاز ما يبقاش إيه من الرسمة من الوش أو من الشدر أو بتاعي بقى الشكل مش مزبوط فحاولنا نوفق الصورة ونشكر ربنا يعني يتعاملت فيما خلصت يعني حازت إعجاب للناس كتير اللي شافوها وده كان بداية أصلا شغلي في الأسقف الكنيسة بعد كده عملت طبعا حوالي أكتر من عشر أو حداشر كنيسة في شكيندرية عمل السقف بتاعها وأكبر من ده كمان السقف كنيسة زي كنيسة القليسة المينة في الورديان السقف ربمائة متر السقف الكنيسة القليسة المينة في الورديان يعني حتة واحدة كده لو بيسمونه نص برميل لو السقف على بعض وكده مفيش عمود ولا حاجة وكان كله يعني هنا مقسوم فيه صليب في الكنيسة هنا في صليب مرسوم فيه لكن في الورديان مفيش اللي هي الوحدات الجبس المعمولة دي فالسقف كله حتة واحدة وترسم يعني أخذ حوالي 9 شهور في الناس ترسم جزء جزء يعني وغير كنينة في قتلة هنا في حوالي 3 كنينة في قتلة هنا وغير كنينة كتوليكية نفس دي بشر برضو وفيه في الانباسناسيوس في السيوف فيها شغل معمول في الأسقف في الهجاء دي وكزا حاجة يعني فيه كنينة كتير معمولة كانت البداية هنا في الكندسين فهي عشان كده أنا يعني هنا في معزة خاصة بيني وبين المريموروس والبابا والطرس هنا يعني بقالي بالظبط دلوقتي ستة عشرين سنة أو سبعة عشرين سنة رسم السقف ده لكن كل ما بشوفه بحس ان أنا لسه رسم مبارح فأنا طبعاً يعني اتشرفت انه وليه معزة خاصة بالمكان هنا وليه ارتبط وانتمئ للمكان هنا بل رغم ان انا كنت من محرم به أصل في الأول وهنا قلت السيوف أنا بعد كده لكن يعني ليا مكان هنا يعني بالنسبة لي معزة تانية خالص يعني وده اللي حصل في خلال الفترة من آخر من آخر أربعة وتسعين لداية بداية خمسة وتسعين قبلها بالشوية كنت عملت الصورة بتاعت الكديسة مارينا الشهيدة دي بمسكة المسكة الشيطان في إيدها كده دي كتتت عملت ومتالي ما أعطاك بنا موجودة في كنيسة اللي تحت الصورة دي كتت معقولة قبل ما عمل السقف كمان أيامها كان ابونا مسئيل قال لي ما ينفعش نرسم شيطان في الكنيسة فحنشيل الشيطان من الصورة فلو تلاحظوا أي حد هشوف الصورة دي حيلاقي ان هي ايديها كده بس مش ماسكة الشيطان الشيطان مش باين ده كان رأي ابونا مسئيل هو اللي كان مرسمش الشيطان في الكنيسة فاحنا غيرنا للشكل ده وطبعا اعملنا بعد كده ستاير الايامة هنا في الكنيسة الستاير البيضة في البداية برضو كل ده قبل ما نعمل السقف يعني ده كان بداية الشغل في الكنيسة وانا اعملنا السقف بقا يعني يعني نشكر ربنا ان هو لسه موجود لغاية دلوقتي ولسه بقامت ومحصلوش اي حاجة لذلك كذا سبب طبعا لان السقف من فوق كان معزول صح اما تعاملت كان التعازل صح غير النواية الالوان اللي بنشغل بيها برضو الالوان يتعيش يعني ما كناش بنبخل طبعا على الكنيسة باية حاجة في العيال دي هو السقف انا عملته الواحدي ما كانش في حد معايا خالص يعني كنت انا اللي باجي الواحدي واطلع الشغل ورس المرتقى وممشي ببركة الكدسين طبعا حلت كل المشاكل اللي كانت موجودة هنا وشوفنا دلوقتي ايه اللي تعمل في كليسة الصرح الكبير المنبول ده كان ده دليل على ان باركة الكدسين معانا وربنا معانا دايما وقف دايما في الحاجات دي فبنشوف اللي اتعمل طبعا كلكم معصرين وشايفين اللي اتعمل هنا وكلنا مبسطين بالكنيسة اللي فيها بالتاريخ التويل يعني ده تاريخ ده جزء من تاريخ الكنيسة الجزء اللي انا عصرته في الناحية الفنية في الرسم اللي يعني فانا طبعا بشكركم جدا انتوا دوني الفرصة دي من احكي اللي حصل واللي احكي الاحداث دي ونوصق الاحداث دي بالزبط يعني وانا تحت امر الكنيسة في اي حاجة يعني موجودة اشتركوا في القناة